تبنت مجموعة مجهولة هجوم الوحاة الذي أدى إلى مقتل 16 شرطيا مصريا في العشرين من أكتوبر الماضي وأعلن بيان للجماعة التي تطلق على نفسها اسم أنصار الإسلام مقتل أحد قادتها ويدعى عماد الدين عبد الحميد في غرات شنها الجيش المصري في عقاب الهجوم وكانت قوات جيش وشرطة المصرية نفذت عددا من العمليات ردا على هجوم الوحاة أسفرت مقتل عدد من المسلحين وتدمير سياراتهم وضبط كميات من الأسلحة